لانتخابات بيروت هذه الدورة نكهة خاصة تختلف عن الدورات الأخرى إذ تتنافس أكثر من لائحة مكتملة وغير مكتملة ليكتمل المشهد الديموقراطي فإما أن يكون الانتخاب للائحة لبيرتي التي يرأسها رئيس شركة سوليدار جمال عيتاني التي أعلنت من بيت الوسط ويشارك فيها كل الأحزاب المحسوبة على الرابع عشر من أذار إلى جانب حركة أمل والطيار وطن الحر والأكراد وإما أن يصوت للائحة بيروت مدينة التي يرأسها المهندس إبراهيم منينمي والتي شكلت حالة جديدة في المشهد السياسي كونها تضم نخبة من الناشطين في المجتمع المدني والوجوه المعروفة كالمخرج نادي اللبكي والفنان أحمد قعبور فاستحوثت على اهتمام شريحة المعارضين لسياسات الرئيس سعد الحريري أما لائحة بيروت التي يرأسها المحام عماد الوزان فقد كسرت العرف ورشحت تسعة عشر عضوا لم تراعي المناصفة الطائفية في المقاعد وهي مدعومة من جمعية الواقع وجمعية الإنشاء والتطوير ولائحة انتخابية أخرى غير مكتملة أيضا حملت اسم لائحة البيروتي أطلقت من نقابة الصحافة في حضور رئيس حزب النجادة مصطفى الحكيم والد رئيس اللائحة أما لائحة حركة مواطنون ومواطنات في دولة فيقود حملتها الوزير الصابق شرب النحاس المرشح إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين لعضوية البلدية ما يجعلها لائحة غير مكتملة ومن اللوائح إلى الترشيحات المنفردة إذ يعتبر الهدف من ترشيح جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الأحباش لمرشح منفرد إظهر قوتي الحقيقية على أنه منافس حقيقي لطيار المستقبل إزاء هذه الترشيحات كان لافتاً ارتفاع نسبة النساء اللوات قررنا خوض الانتخابات البلدية إذ وصل عدد المرشحين لعضوية المجلس البلدي في العاصمة إلى 114 92 منهم ذكوراً و22 إناثاً وبلغ عدد المرشحين لمركز مختار 226 بينهم 216 من الذكور و10 من الإناث ترجمة نانسي قنقر